سلام الأحلى مشتركين والأحلى مشتركات نرحب بكم في قناتنا نودياي واي قناة موجهة لكل ما هو ديكورات يعني إصنعها بنفسك ما باسيون اللي هي الطبخ كذلك اليوم جبنا حلوة طابع ولا كما يقولها تاع الغرب لنحي يوم حلوة طورنو كما قلتكم في العنوان مع شوقة الجزائرية يعني شكل ما يحبش حلوة الطابع وقهوة حليب بحلوة الطابع دون جبت جيت نبرتج معاكم الوصفة التاعي واللي نعملها يعني دائما عندي شوفوا رح نوريكم بالكاس باش ديكم سهلة شوفوا عنا كاس تعبيد تعقوموا هالي توجو داللي رب حبات بيد كاس سكر يعني حبيبات عادي كاس زيت رح ندلها زيت على القارس والفانيليا عندي زوج مغارف حليب بودراء وكيف كيف تانيت زوج ملاعق أكل يعني تعشى ما يزينها فالأنا هذا وش ندلها جيني طرية بزاف هدا كل الحليب رحيطكم طروة ضنوك عادي درت زيت على القارس كما رحكم تشوفوا يعني رح يمدلها واحد أنا أحبها يعني حلو الطابع صراحة بالأنا ندلها ما ندلهاش الفانيلي يعني في العادي برك يعني الأخوات أريد هالكم اللي يحبي يفضل يعني ما يحبش لوزاس تاع السيتخون دونك عادي البيض هنا والسكر لاستيسي لازم السكر يدوب يدوب في البيض دونك عادي بالفوي كما كنت شوفوا حتى تغير اللون تاع البيض شتوه كيف شريح للبيض وبعد تبدو هدي المكونات يعني السائلة وبعد تبدو وضيفوا المكونات الجافة عادي دونك الفارينات دوبخي فرانسي لازم دايما قولكم تغرب لها ولا تسيروها باش تدخلوها لهوا حاطيت معاها الخامرة ما كنت مقود لكمش عليها في المقادر دارت لي قريب تنين أكيس يعني الكيس الثاني خليت منه الربع دائما وحركوا زيت البودرة تاع الحليب وزيت يعني اللي ما يحبش يحط البودرة يقدر بميء الإضافة رحت تزيد لها بزاف في الطراوة وفي البنة تعاني نعرفوا بالحليب هي إطري وزيت تانيت الميزينة فالا وكملوا عادي لفاغين تاعكم هنا لفاغين يعني بالملعقة دات لي طناشن ملعقة حوالي ربعمية وخمسين هكذاك ولا ربعمية وثلاثين غرام تاع فارينا فالا السرتع اللي حلوة طابع للأخوات يعني المبتدئات اللي ما يتقنوش يعني ولا ما تنجح لهمش كاين بزاف اللي ما تنجح لهمش حلوة الطابع كاليدروها يبسها بزاف كاليمات ما تخمر لهمش لنك هي لازم تخليها تلسق هدا هو السرتعه فالا هاد العبارات هادو خرجوا لي سبعة وثلاثين حبة شوف بعد ما وجيت العجينة تاعي خلاص خليتها بجيه ووجيت البيت تاعي دلو شوية فانيليا احنا زينها لنا هنا بها ديك الحلوة يعني يحبوها الدراري ولو الجلجلان بينسوق انا نحبها صراحة نحبها بالجلجلان ما نحبهاش بالسكر ما نحبهاش بها ديك الحالويات نظن كح تحلوها بارتفاع ما تبلاطيوهاش بزافة تكون شوية مرتفعة واحد الواحد هكيك واحد وحد فاصل اتنين هكيك سنتيمتر فالا وتطبعوها هنا دايما اه عاونوا روحتيكم صراحة هنا يا ما نحبش نحطها على الصاشي تاع البلاستيك يعني انا نشوفوه راوي يستعمل بزاف في قنوة تاع اليوتيوب انا نحب هكذا الورق اه يعني صحي احسن فالا عاونوا روحتيكم هكا بالبابيس شوفي غيزي هادا يا وشدوها دايما من تحتها باش ما تتعوج لكمش يعني وما تلسقش بسكرا هي اللي عجينة في غيما راهي طرية بزاف جوزت لها عادي بالباد تقدو تزيدولو شوية اه قهوة ولا ولا قهوة سريعة الدوبة يعني قهوة العادية ولا الناس كافي وزينوها كيما اه حبيتو بالسكر ولا بهذه الحلويات ولا بالجلجلان ولا خليوها هكذا كفالا تحطوها في فورن كنتو ديغا سخنتو 80 درجة تدخلوها اه تمتم الطيب وحد انا اربع ساعة هكذا كانت يجا واجدو كتشوفو معي الحبات تانية طبعتهم بهدلو تخافل تانية طابع هادا يا شباب الحيو الطابع ننقض لكم كيدخلوها متغفلوش عليها بباسكو اللي كان الفورن المتعكم سخون تمتم راح تطيب لكم من تحتها وتطلع يعني تتنفخ تقعد طبقة فوقها يا برك زيو شعلوا لهالاقرية هكذا باش تاخد لون شباب يعني تجي شوية حمي مرة ما تخلوهاش متخلوها السفراء فالا كما كو تشوفو عادي هادا الدوزيان بلاتو قد كوم جاتني سبعة وثلاثين حباء الله يبارك وحبو الطابع دايما واشننصحكم دايما كتطيبوها ديروها في في بورتمونجي وغلقو عليها لابلكم انا ما نحبش هادو كلي قاتولي فيهم شباحاته بالزهف ونحيو شباح باش تاكلوه نحبها كدايا كما هادي كروكي مناسبة يعني ويعني حلويات تقليدية جزائرية غنية عن التعريف شوفو بعد ما طابت لي انا وريتها لكم كيفاش طابت من تحتها زيتها وترجعتها واختات هاد التحميرة الشابة من الفوق تاكلوها بصحة وراحة شاهدكم في الجنة اذا وصفة يعني نعتمدها انا دايما اذا عجبتكم الوصفة تجربوها وخليونا تعليقات ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة والنتيجة وقعدوا دائما في المتابعة انتلقوا ان شاء الله في وصفة وفيديو اخر مع السلامة